التكاليف التالية لتاريخ اقتناء الأصول الثابتة إذا قامت الشركة بإنفاق تكاليف بعد شراء الأصل فهل تضاف تلك التكاليف إلى تكلفة الأصل أم تعالج كمصروف يحمل على قائمة الدخل بالنسبة للفترة هذا يتوقف على طبيعة تلك التكاليف التي تم إنفاقها على النحو التالي إذا كانت هذه التكاليف ستؤدي إلى زيادة المنافع المستقبلية لهذه الأصول فإنها تعتبر نفقات رأس مالية بشرط أن تؤدي إلى زيادة العمر الاقتصادي للأصل أو زيادة معدل إنتاجية أو زيادة جودة السلع والخدمات التي يقدمها الأصل إذا كان الغرض من هذه التكاليف هو فقط مجرد المحافظة على الطاقة الإنتاجية للأصل أو المحافظة على مستوى الخدمة المقدمة من الأصل فإن هذه التكاليف في هذه الحالة تعتبر مصروفات إيرادية ويتم تحميلها على الفترة المالية الحالية نفقات الإضافات تحمل نفقات الإضافات مباشرة على الأصل طالما أنها تؤدي إلى خلق طاقات أو أصول جديدة معالجة نفقات الإزالة واحد إذا كان الجزء الذي تمت إزالته قد تم بنائه بصفة مؤقتة حيث كانت الإضافات مخططة لها من قبل فإن نفقات الإزالة في هذه الحالة تعتبر مصروفات رأس مالية ضمن نفقات الإضافات أما إذا كانت الإضافات هذه غير متوقعة وغير مخطط لها فإن نفقات الإزالة في هذه الحالة تعتبر مصروفا إيراديا يحمل على دقل الفترة الجارية نفقات الإصلاح والصيانة ونفقات الإصلاح والصيانة العادية والتي يتم تحملها بشكل دوري هي تلك النفقات التي تتحملها المنشأة في سبيل المحافظة على الطاقة التشغيلية العادية لأصولها بمعنى أن يستمر الأصل في أداء عمله بنفس الكفاءة أو المحافظة على كفاءة أداء الأصل مثل هذه المصروفات العادية والتي تحدث بصورة دورية ولا يترتب عليها أي زيادة في المنافع التي يقدمها الأصل بالتالي تحمل هذه النفقات ضمن مصروفات الفترة إذا كانت نفقات الصيانة والإصلاح سوف تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية فإنها قد تعالج كنفقات رأسمالية أخيرا المعالجة المحاسبية للاستغناء عن الأصول الثابتة في هذه الحالة يجب أولا حساب مقدار الاستهلاك الخاص بالأصل كما سبق ذكره في عملية مبادلة الأصول إذا قامت الشركة ببيع جزء من أصولها في هذه الحالة يجب حساب مقدار الاستهلاك الخاص بالأصل حتى تاريخ الاستغناء وذلك إذا تم الاستغناء عن الأصل خلال الفترة المحاسبية وإثباته كما يلي حساب مصروف استهلاك الأصل مدين وحساب مجمع استهلاك الأصل دائنا أي يحمل مصروف الاستهلاك على أو يضاف على مجمع استهلاك الأصل اتنين الخطوة الثانية إزالة جميع الحسابات المتعلقة بالأصل في تاريخ الاستغناء كما يلي حساب النقدية يجعل مدينة بثمن البيع وحساب مجمع الاستهلاك الأصل يجعل مدينة ليتم إقفاله وحساب خسارة بيع العصل أيضا يجعل مدينة ثم حساب العصل يجعل دائنا بالتكلفة ملحوظة هنا في حالة وجود أرباح من البيع فإنها تظهر في الجانب الدائن من القيد السابق وقد تم التعرض لذلك عند حديثنا عن المعالجة المحاسبية لتبادل الأصول سواء كانت متماثلة أم غير متماثلة أرباح أو خسائر البيع تتمثل في ثمن البيع ناقص القيمة الدفترية للأصل وكما ذكرنا فالقيمة الدفترية للأصل تساوي تكلفة الأصل ناقص مجمع إهلاكه أو استهلاكه أرباح أو خسارة الاستغناء تقفل في قائمة الدخل ضمن عناصر الإيرادات أو المصرفات الأخرى أما إذا كانت ناتجة عن الاستغناء الاضطراري فإنها تدخل في قائمة الدخل ضمن نتائج العناصر الاستثنائية ومثال يوضح كيفية معالجة الاستغناء عن الأصول إذا قامت إحدى الشركات ببيع آلة تكلفتها 150 ألف ريال ومجمع استهلاكها 130 إذن القيمة الدفترية لهذه الآلة مباشرة عبارة عن التكلفة 150 ومجمع استهلاكها 130 إذن قيمتها الدفترية 20 ألف ريال قامت أو حققت قيمة بيعية قدرها 17 ألف ريال فما هو قيد اليومي اللازم في هذه الحالة القيمة الدفترية كما ذكرنا 150 ناقص 130 إذن 20 ألف ريال خسارة بيع الآلة عبارة عن 20 ألف ريال القيمة الدفترية ناقص 17 ألف ريال القيمة البيعية إذن الخسارة 3000 ريال وفي هذه الحالة يتم إثبات القيد الآتي حساب النقدية مدينة بالمبلغ المحصل وقدره 17 ألف ثمن البيع حساب مجمع استهلاك الآلة مدينة لإقفاله بمجمع الاستهلاك وقدره 130 ألف ريال حساب خسارة بيع الآلة مدينة بمبلغ 3000 ريال وأيضا حساب الآلة دائنا ب150 ألف ريال وهو تكلفة الآلة